سيدتي سادتي أشكركم لحضوركم لحضور هذه الجلسة الخاصة بحماية سوريا ولن تبث هذه الجلسة على تلفزيون دبي ولكن ستبث على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي بعد الجلسة نحن نأتي لهذا النقاش بشعور قاتم وبتواضع فقد علمنا السوريون حدودنا الجماعية حدود وتقييدات النظام الدولي الذي لا يستطيع أن يوقف التدهور في سوريا وأن يوقف سفك الدماء وقتل أكثر من مئة ألف مواطن سوري وضعف القدرة على اتخاذ الخطوات الدبلوماسية لحل الأزمة السورية والنتيجة هي أننا نشهد إحدى أهم المآسي في عصرنا المعاصر ما ستحمل آثارا وتبعات جيوسياسية لعقودا قادمة إن هذه الأبعاد والكارثة الأمنية متداخلة ولكن لا يمكن أن نتجاهل أيضا المأساة التي يعاني منها السوريون وذلك لأسباب التعاطف الإنساني وللتبعات على الاستقرار الإقليمي لقد هاجر أكثر من مليوني مهاجر وأربعة ملايين من النازحين الداخليا والأمم المتحدة تتحدث عن التعهدات بالمساعدات التي لم تتحقق وعندما نرى هذا الوضع نتوقع انتشار الأوبئة في الصيف القادم وغياب المرافق الصحية الأساسية وتفشي الكوليرا والأوبئة الأخرى كيف ستتعامل هذه المنطقة مع هذا الوضع وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل ما هو الدور الصحيح لأطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا والجامعة العربية والأمم المتحدة وكيف يمكن لأصحاب الشأن أن يضمنوا بقاء وحياة سوريا كدولة بينما نشهد الدولة تتدمر وتنهار الآن يسرني أن أرحب بأليكس ألينيكوف نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين والأب باولو دايليو وهو معروف باسم أبونا باولو في الكنيسة الكاثوليكية السورية وأمضى قسما كبيرا من حياته هناك وسارة ويتسون وهي المديرة التنفيذية لـ Human Rights Watch وسلمان شيخ مدير محاد بروكنز الدوحة لنبدأ معك سيدي ما هو الوضع بالنسبة للاجئين وما هو أثر هذه الأزمة على الأطراف الإقليمية لقد أشرت إلى الأزمة الإنسانية واحد ونصف مليون لاجئ هربوا من سوريا حتى الآن وتوقعاتنا تشير إذا استمرت هذه الوتيرة سنبلغ ربما رقم ثلاثة مليون لاجئ مع حلول نهاية هذا العام في لبنان والأردن أكثر من 450 ألف وفي تركيا أكثر من 200 ألف وثمانين ألف في مصر وهذه الأرقام ستتزايد ما يهمنا في هذه الأزمة وخاصة بالنسبة للأردن ولبنان هو أن أغلب اللاجئين لا يعيشون في مخيمات الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن الناس يعيشون في معسكرات والمجتمع الدولي يرعاهم في لبنان هناك أكثر من ألف موقع انتشروا فيه وفي الأردن هناك معسكرات أو مخيمات ولكنها تستوعب فقط 25% من هؤلاء اللاجئين وهذا يعني عبءا كبيرا على اللاجئين إيجاد الموقع والمسكن والملاذ وكذلك مشكلة كبيرة بالنسبة للدول المضيفة والمجتمعات المضيفة التي أبدت كرما كبيرا في استقبال هؤلاء ثم تقديم المساعدة ولكننا بدأنا نصل إلى نقاط الصعوبة في الاستعاب هناك عشرات الآلاف من الأطفال في المدارس المحلية ومصادر المياه والكهرباء أدخمت إذن الأثر المنتشر بالنسبة للمجتمع المحلي يعني أعباء كبيرة وكذلك أعباء كبيرة على اللاجئين هذه أثار دراماتيكية كيف يؤثر هذا على النسيج الاجتماعي في هذه المجتمعات بالنسبة للتوترات بين الجهة المضيفة واللاجئين والتعقيدات بالنسبة للاجئين أنفسهم حتى الآن جرت الأمور بشكل سلس إلى حد كبير وكانت المجتمعات المضيفة كريمة جدا في تقبل هؤلاء اللاجئين ولكن السؤال هو إلى متى يمكن أن يمضي ذلك فطبعا هناك توقع بأن تتحول القضية إلى إثارة التوترات بسبب الاكتزاز في المدارس والبنى التحتية وطبعا هناك أيضا عبء نفسي وخاصة على هؤلاء الناس الذين غادروا منازلهم ويعيشون هذه المأساة أبونا باولو داخل البلد كيف يتعامل الناس مع هذا الوضع داخل البلاد إن الكارثة الإنسانية الضخمة ولكن الشباب لو كانوا هنا لقالوا أن الأولوية تكمن في إعطاء حق تقرير المصير للشعب لحق الشعب في الديمقراطية الأولوية لحقوق الإنسان في سوريا إن الأزمة الإنسانية هي أزمة ضخمة ولكنها لا تخفي قرار الشعب السوري بإحداث التغيير وأحيانا تستخدم لمجرد القول لنوقف القتال ولكن الشعب السوري يقول لا مجال للعودة إلى الوراء إن الحرب الأهلية السورية هي الآن حرب أهلية إقليمية وذلك بسبب عدم تحمل أصحاب الشأن المسئولية إن كان ذلك على المستوى الإقليمي أم على المستوى الدولي إن الوضع الإنساني لم يأتي بسبب عاصفة أو إعصار أو حزة أرضية بل بسبب المسئولية السياسية الكبيرة التي لم يتم تحملها على المستوى الإقليمي والدولي سارة لقد وثقت المسئوليات على طرفي الصراع ما هي الاستجابة في وجه هذا العنف والقسوة؟ من جانب الحكومة السورية رأينا مستوى عالي من القصف العشوائي والمقصود للمواقع المدنية في بعض الأحوال كان ذلك قصفا جويا والذي كان مسؤولا عن 4% من القتل بين المدنيين أما البقية فهي من القصف المدفعي الذي تشنه الحكومة بدون تمييز حيث تعتقد الحكومة أن هناك سيطرة للقوات الثوار فيقومون بإطلاق الصواريخ بما في ذلك التكلفة بالنسبة لكل المرافق وهذه تحمل أثارا بعيدة الأمد وهناك الألاف والألاف الذين تم اعتقالهم عشوائيا في رقا قبل أسابيع وجدنا معدات التعذيب التي كان يصفها لنا الضحايا السوريون ولكننا تمكننا من جمع هذه المعدات والأجهزة التي تسحب أعضاء الجسم حتى الموت أدوات التعذيب المختلفة ومن طرف الثوار أيضا هناك انتحاكات خطيرة وخاصة قتل الجنود الذين يتم القبض عليهم والتعذيب والإساءات وطبعا الفيديو المعروف الذي نرى فيه جنديا من الثوار يأكل قطعة من جسم القتيل إن هذه الأفعال تشكل انتحاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ولكن بالتأكيد الحكومة لديها قدرة وأسلحة بكميات كبيرة وفي بعض الحالات شهدنا هجمات طويلة متواصلة باستخدام القصف الجوي والقصف البري ضد ناس يحتشدون لشراء الخبس ولابد من التحذير هنا من أهمية التدقيق في المعلومات أو الإدعاءات حول انتشار الاختصاب في سوريا هذا أمر لم نتمكن من التحقق منه أو أن نوثقه كما لم نتمكن من ذلك في ليبيا وأود أن أحذر هنا من الاعتماد على معلومات لم يتم التحقق منها عن طريق الشهود أينما بدأ العنف ومهما كان هناك عدم تناظر إلا أن هناك شعور بأن الانتحاكات قائمة من الطرفين وهذا يضيع الصورة بالنسبة للكثيرين ما هي النتيجة ورؤية الطرفين يقترفان هذه الانتحاكات من انتباعاتنا من المناطق التي يسيطر عليها الثوار وخاصة في منطقة حلب فنحن ما نراه ليس مجرد انتحاكات لحقوق الإنسان والانتحاكات من الثوار الذين يقتلون وينتحكون حقوق الذين يقعون بين أيديهم وهناك من بين الثوار جماعات تعتبر من الإسلاميين المتطرفين ويعيدون بمستقبل معين أفقدهم الكثير من الدعم ولكن مهما كانت نسبة هذه الجهات المتطرفة نسبة ضئيلة إلا أنها تطغى على السطح والكثير من السوريون أقدموا وبتردد على خيار بأن يختاروا الشيطان الذي يعرفونه على هؤلاء الإسلاميين المتطرفين المتعصبين الذين يشعرون أنهم خوارج على نضالهم سلمان أنت بالنسبة لك كيف ترى هذا الخليط من تكوينة الثوار وما هو دور هذه الجماعات المتطرفة ويقول البعض أن الإعلام يضخم من دورهم أولا يسعدني أن أكون معكم وأن أكون المشاركين معي في هذه المناظرة هناك الكثير يقال عن المتطرفين أعتقد أن جبهة النصر لا تتجاوز الألفين إلى ثلاثة ألاف مشارك أو عضو أغلبهم قادم من منطقة العراق والحدود العراقية وطبعا للنظام دور في هذا وكانوا يقولون أنهم يعودون مالكي يغض الطرف عنهم وبالتالي ساهم النظام بخلق نبوءة تحقق نفسها ولكن الواقع هو الآن أن الجماعات المتطرفة بدأت تحشد من صفوف السوريين وخاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي وأنا لا أشك في أن الكثيرين من هؤلاء لنضموا إلى طريقة أخرى لو وجدوا وسيلة لحماية أنفسهم وكسب لقمة العيش والحصول على الإغاثة التي يحتاجونها ولكن مثل هذا التنظيم كان مغيبا من الجانب الذي يطلق عليه الجانب المعتدل عندما نتحدث عن التطرف وعن المقاتلين الأجانب لا نستطيع أن نتحرب من واقع يقول أن هناك حاليا خمسة ألاف من مقاتلي حزب الله جاءوا من لبنان وربما هناك خمسة ألاف أكثر يستعدون الآن للقتال في مناطق مثل درعة وحلب وربما هناك خمسة ألف وخمسمائة إلى ألفين من الصدريين الذي أتوا من العراق أيضا وفي ضوء كل هذا تحول هذا الصراع إلى صراع له طابع إقليمي أكثر وأكثر عندما نتحدث عن الجهات المتطرفة فهذا هو قتال بين حزب الله وإيران ومن يدعمهم وفي سوريا حيث تلتقي القاعدة وأعتقد أن هذا هو وضع يمكن أن يأخذ لا سوريا فحسب بل يأخذ الإقليم برمته إلى الحديد نستيقظ صباح اليوم لنسمع أن هناك صواريخ تضرب أجزاء من بيروت ومنطقة جبل الهرمل إن هذا الصراع بين الجهات والأقطاب المتطرفة يجب أن نتجاوزه أو نخرج منه بل نرى سوريا ككل سلمان تناقشنا حول هذا الموضوع منذ عامين وكنا نخشى كيف سيتدحور هذا الوضع إذا لم يتم بذل جهود ديبلوماسية منسقة وأنت رأيت سيناريو الحل الأسوأ يتحقق أمام الأعين وربما هناك نوع من الأمل الحذر أو المتفائل بحذر نحو جينيف الثانية ما هي أفاق الحل الديبلوماسي؟ سلمان أنا أقول منذ مدة إذا لم نتوقع الحذر وإذا سمحنا للوضع السوري أن يستمر والاحتواء ليس خياراً بل يجب أن نحل ويمكن لسوريا أن تكون هي المحرك لمنطقة صراع في المنطقة الممتدة من شرق المتوسط إلى الخليج ومن يستطيع اليوم أن يوقف هذا الصراع؟ لقد شهدنا ثلاثة حروب أهلية متزامنة في سوريا ولبنان والعراق من يستطيع أن يوقفها؟ أما بالنسبة للموقف الديبلوماسي والحل الديبلوماسي فقد قيل لي مساء الأمس من زميل في دمشق مقرب بكل صراحة إلى عناصر من النظام ليس لأنه يدعمهم بل لأنه يعرفهم وقال لي إذا اعتقد أي طرف أن النظام يأخذ جنيف على محمل الجد فهو مختل عقلياً إنهم لا يأخذون جنيف على محمل الجد الوفد الذي يرسلونه سيكون ضعيفاً إلى حد لا يستطيع أن يتخذ أي قرار أو أن يتفاوض وثانياً النظام يسر بأن يبقى الأسد وأن تتم الانتخابات في العام القادم ويقال لي أن نتائج الانتخابات مقررة مسبقاً 77.7% سيصوّدون لبشار الأسد و6 إلى 7 مليون لن يتمكنوا من التصويت لأنهم لاجئون أو نازحون داخلياً ومن سيتمكن من التصويت هم سكان المدن ونعم هنا منطقة رمادية كبيرة من السوريين السوريين الذين لم ينحازوا إلى أي طرف وخاصة في هذه الأجواء لن يقدموا على التصويت ضد بشار أليكس هذه معلومات مخيفة وقد تحدثت الأمم المتحدة عن الاقتراض من ميزانيات أخرى لتقديم المساعدات للسوريين لماذا هذا التقصير في الحصول على المساعدات؟ نحن بعد بضع أسابيع سننشر خطة الإغاثة الخامسة وستكون بعدة مليارات من الدولارات تحدد الاحتياجات لما تبقى من العام لقد تمكننا من تعبئة وجمع أموال كبيرة ولكن هناك المزيد الذي نحتاج إليه أعتقد أن الأرقام التي وضعناها أرقام واقعية نستطيع أن نحققها إذا التزمت الحكومات بتعهداتها وكذلك إذا ساهم القطع الخاص والذي تغيب حتى الآن من تعبئة الموارد الجارية حتى الآن ربما إذا انضمت هذه الأجهات يمكن أن نساهم في تطوير المساعدات الإنسانية وطبعا يجب أن نضع الأولويات نضع الأولوية بالنسبة للطوارئ والتي تقديم الخدمات الأساسية ويجب أن نطور أيضا العمل المجتمعي وطبعا الإجابة هنا تتعلق بمدى التزام المجتمع الدولي بوضع حد للعنف بطريقة أو بأخرى سأذهب إلى ما هو أبعد من سؤالك إذا سمحته حتى لو توقف العنف اليوم أو في فترة قريبة فالأثر الذي سنشعر به سيبقى لسنوات قادمة لا سبب لعودة الناس على الفور إلى سوريا في ضوء الإنقسامات الجديدة والدمار المجتمعات وصبل العيش إننا سنواجه نتائج النزوح الكبير لسنوات قادمة لا زلنا نعمل على أعقاب حركة النزوح التي جرت في منطقة البلقان حتى اليوم وكان ذلك في نهاية التسعينات ولكن هذا يعني بالمقابل أن هناك فرص للاستثمار لحل هذه المشكلات على المستويات المحلية عندما نتطلع إلى المدى البعيد كيف نستطيع أن نرى سوريا تستطيع أن تقف على قدميها ثانية على مستوى اجتماعي وسياسي في أعقاب كل هذه الانتهاكات وغياب الثقة علينا أن نتطلع إلى المدى البعيد ولنتطلع إلى العراق عشرة عوام بعد غزو عسكري شامل وحرب أهلية عنيفة وبعد فترة وجيزة من السلم إلا أن الدولة تقف على أعقاب حرب أهلية ثانية لا توجد إجابات سهلة على هذه الأسئلة وأنا واقعيا لا أرى دورا للمجتمع الدولي أو نظرة من المجتمع الدولي لحفظ السلام على المدى البعيد في سوريا وبالتالي علينا أن نتوقع أن تدوم هذه الأزمة في سوريا لفترة طويلة محما كانت النتائج في التوازنات حتى الآن عندما تنظر إلى المجتمع السوري كيف ترى الأجزاء وهي تتجمع مرة أخرى؟ هل هناك منطقة وسطة؟ لا يوجد هناك رجل جهاد غزال فقد أخوه في الحرب وفقد ذراعه وكان يعمل على مبادرة للمصالحة مع الشيعة وأيضاً كي يكون منسقاً للمصالحة فقد أخوه الثاني هذا اليوم واليوم التالي كان أمام التلفاز يقول هذه يدينا تعالوا للمصالحة هؤلاء هم السوريين الحقيقيين نحتاج إلى عدالة دولية لأن حتى كتلة بومبيت أستخدم واقع أستخدم أثناء الثورة مسؤولية هذه الأمور تقع على عاتق النظام ومن يعملون في النظام نحتاج إلى محكمة دولية سوف توقف وتنهي هذه الجرائم جرائم النظام والجانب الآخر نحن لسنا معنيون أو مهتمون بحدوث الجريمة بناء على الثورة لقد تحولت الثورة إلى أشخاص يرسلون للحرب في العراق ولبنان نحتاج إلى أن نعمل ورمضان على وشك أو على الأبواب في يوليو علينا أن نصلي هذا العام اليهود المسلمين والمسيحيين ندعو للمصالح ما بين السنة والشيعة الكل عليه أن يعد الإفطار ويطلب الاجتماعات ويطلب من المسلمين السنة والشيعة المصالحة الكل عليه مسؤولية في هذه الحرب الأهلية المسلمة الكل له مسؤولية إزاء هذه المصالحة التي نحتاج إليها حاجة مسيسة نتحدث مع الذين يبذرون الكثيرا للجهد من لهم رغبة وإرادة حقيقية برجاء إيجاد غرفة تجارية حرة لسوريا إيجاد فرص حقيقية الشباب الذين لم يموتون معاقلون ومحبطون فلنخلق حلما جديدا لسوريا وإلى ستكون سوريا خطيرة لجميع هل هناك أي أفكار لديك بمصالحة؟ سأخذ نصيحة الأب باولو وأجمع على الإفطار السنة والشيعة وأيضا المسيحيين زوجتي الكاثولكية أيضا هذه فكرة طيبة ولا ينبغي تقليل من شأنها دائما ما أؤمن بالاستماع إلى السوريين أن الحل السياسي في هذه المرحلة لا يقع على حوار ما بين النظام والمعارضة النظام لن يتفاوض بنية طيبة ولكن الحل يتطلب جهد جهيد الحل يعني أعطاء السوريين الفرصة من جميع الخلفيات من الدوائر الأساسية القدى الاقتصادين الأئمة والقساوسة وقادة القبائل والأكراد وكل الأشخاص يأتون ليجدون مساحة لمناقشة جادة لجمع مصالحهم والحديث عن مستقبل بلادهم هي عملية مفاوضة ينبغي أن تتم وينبغي أن يتم الوصول إلى معادلة جديدة للمشاركة في القوى هذا ممكن أن تتسمع السوريين السوريين مع أن ينب السوريين في المقام الأول بالرغم من كل المجهودات المبذولة من جانب الأطراف الأطراف النظام لتمزيق نسيج السوري هذا لم يحدث ينبغي أن يكون هذا حوار جاد المجتمع الدولي لم يولي هذا اهتماما كبيرا على الهوامش كنا نجري حوارات ولكن هذا يحتاج إلى المزيد والمزيد من الدعم الدولي والإقليمي عن الموجود حاليا وأخشى القول أن حتى المعارضة الرسمية السورية لم تقدم مساحة لهذا الحوار حتى الآن وحتى نصل إلى هذه اللحظة أخشى أننا سنواصل رؤية هذا الحل السياسي غير ملموس هذا ما تقتلح حل ميداني جذري وكان ينبغي للأم المتحدة أن تقوم بهذا منذ اليوم الأول لديها المشروعية ليس لديها المال ليس لديها أسلحة ولكن لديها الشرعية وإن قدمت مساحة ومكان للسوريين لكي يأتوا ويتحدثوا وفي هذا الصدد لا أعتقد أن المبعوث الخاص قام بمجهود كاف عندما تنظر إلى المعارضة السورية أو المجلس الوطن السوري ما هي مشروعيتهم أو شرعيتهم ودفع التي يستطيعون تقديمها على أرض الواقعي لكننا نتسم بالواقعية الشرعية الرئيسية للإتلاف المعارضة السورية الذي ما زال يناقش توسعه وقيادته وحتى الآن ومصدقيته ينبع من المجتمع الدولي والمساندون الأجانب ما يفتقرون إليه هو الدعم داخل البلاد ما يفتقرون إليه هو الوجود داخل البلاد وهذه فجوة وهو كبيرة هم يحاولون القيام بهذا الآن ولكني أخشى أنهم ما زالوا في مرحلة إعادة تنظيم أنفسهم ومرحلة مستمرة وهذا ليس شيء جيد هم يحاولون نمر أخرى نتمنى أن يأتون بالقيادة المناسبة نتمنى أن ينظمون أنفسهم مع أشخاص جيدين يبذلون الجهود جهدة في جنوب شرق تركيا يحاولون تقديم الإغاثة للبلاد من الداخل ولكن ليس معهم موجود كاف داخل البلاد ولا المصدقية بناء على هذا فنفتح باب الأسئلة أي من المشاركين يرغبون في أن يتدخلوا الآن الشخص في الأمام سلمان لدي سؤال لك هل لك أن تقدم نفسك يا سيدي اسمي كريم سويد أنا من لبنان أغف في طرح السؤال لا يدور في بال الجميع لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة في سوريا رأيناها مشلولة في تونس تتراجح في مصر في الخلفية في ليبيا لكن لا تقوم بالكثير في سوريا وفي ذات الوقت نسمع وزير الخارجية يأتي إلى هذا المنتدى ويتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي ويبدأ بمبادرات جديدة كيف يحاولون أن يهمون أنهم يحاولون حل صراع ضرر لخمسين عاما ولا يحاولون حق الدماء في الجوار المسألة تبدأ بالقيادة تبدأ بباراك أوباما باراك أوباما كان مترددا كثيرا لا يرغب في أن ينخرط في تعقد الأزمة السورية ولا يرغب في أن يمتلك عملية في سوريا يحاول العمل بشكل متعدد الأفراد مع الأطراف الإقليمية لكن لم يطلوا أي قيادة أو أي رؤية وهذا أمر ضروري لإيجاد طريق أو مسار يمكن تحقيق استدامته وإرث العراق وتركة العراق قد أحرقت أرواح وقلوب الكثير من صناع القرار الأمريكيين الكثير منهم سواء كانوا من العسكريين ومدنيين يتألمون من هذا والخطأ الذي تم وتركه نعيش بها اليوم هذا لا يعني أن دكتاتور فضيع مثل سدام حسين كنا لا ينبغي التقلص منه ولكن النتيجة نتيجة ما حدث في العراق وبعد عشر أعوام ما زال لدينا نظام سياسي متشردم يحتاج إلى سمصار أو طرف ثالث لحل المشكلة هذه تلك فضيعة لهذا الصراع بالتحديد وطبعا محاولة إيجاد المصار الصحيح كان لدينا مصارين هذين المصارين استمروا هناك مجهود لإيجاد الحل السياسي وهذا مصار سياسي وهناك ما يصف على أنه مساعدة أو الجانب العسكري للمعارضة كلاهما سواء في المنفى أو على أرض الواقع وعلي القول أني لاحظت أن هناك إجماع متنامي في الرأي برغم كل المجهودات المبذولة في جينيف ووزير كاري يبذل مجهود كبير للعمل مع الروسيين وغيرهم لتدشين شيئا ولكن عندما نتحدث عن السلام الناس ما زالوا يستعدون للحرب وهذا المصار يحتاج إلى تقوية أرضيت إجماعا متزايدا حتى من مكان ومنندس ولجنة العلاقات تقول أن هناك إجماع يبغي تغيير قوة توازن العسكرية للوصول إلى حل عسكري وأنا أشعر بارتياع أن الولايات المتحدة والقوة الغربية توضح لمدريس وقاداته وفقاً لميانبيل والوضع أننا سنرى هذا المصار يبرز في المستقبل القريب هل هناك أمر آخر ينبغي أن تقوم به الولايات المتحدة؟ طبعاً المسألة محبطة أن هناك تركيز في الإعلام على معدم التدخل هل تعلمنا دروس الحرب الإراقية غير المشروعة أم لا هناك الكثير من التركيز على السوريين المظلومين وكيف نساعدهم ولكن لا يتم شيء فعلياً لمساعدة المدنيين السوريين الذين يتألمون ويعانون من عبء الحرب استمعت إلى المفوضية العليا والمجهودات المفذولة والمجتمع الدولي الذي يستعد لإرسال أسلحة للسورية هل مستعدين لحلها بشكل آخر؟ هل هناك تمويل كافي لتوصيل المساعدات للسوريين المحتجزين في الأماكن الواقعة تحت تأثير الصور؟ ما هي المجهودات المبزولة لوضع المسؤولين السوريين محل المحاسبة؟ كيف يتم إيصالهم مثلاً إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ علينا أن نظهر مصدقية حقيقية واهتمام فعلي بالمدنيين السوريين قبل أن نتحدث عن إيصال الأسلحة إلى المنطقة أنا أتفق معك في الرأي وأذهب إلى ما أبعد من هذا فشل المجتمع المدني وفشل النظام الأسد في حماية المدنيين هذه التاركة سنعيش بها لمدة طويلة هذه نوعية من قتل قتل المدنيين كنت أعمل لكوفي عنان في عام 2005 في الأمم المتحدة وكانت هناك قمة ضخمة ركزت على مسؤولية الحماية ركزت على مسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات ونظر إلى إيجاد المزيد للعمل لقد سامحنا للوضع أن يستمر لعامين ونصف العام وما زال هناك مجهود نستطيع القيام به ولكن لم نستطيع حماية المدنيين والكثيرين سوف يموتون في الأشهر والسنوات المقبلة التعهد تم وصول مساعدات من الكويت تصل إلى 50% التمويل حوالي من 60% إلى 70% وفقا للالتماس الذي تقدمناه وربما هل تم تعهد به؟ تم التقدم بالكثير وإعطاء الكثير ولكننا ما زلنا في حاجة إلى الكثير والكثير ولكن علي أن أكرر أننا تلقينا مبالغ كبيرة للمساعدة ولكننا ما زلنا محتاجين للكثير والكثير السئلة؟ السيد في الخلف عبد الله إذا كان المجتمع الدولي لم يدعم حتى الآن بصورة واضحة اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان وتركيا والأردن فكيف بنا أن يتوقع من المجتمع الدولي أن يدعم إعمار سوريا خاصة وأن التكلفة في سوريا للتدمير الذي حصل وصلت حوالي أكثر من 200 مليار دولار ألم يكن للمجتمع الدولي أن يعتبر أيضا من أن غزة التي تم تدميرها لم يتم دفع لها أي شيء باستثناء أعتقد قطر ودولة الإمارات العربية والسؤال الثاني أود أن أسأل إذا كانت الآن القصير قد ذهبت بيد النظام السوري فهلا تعتقدون أن الورقة الآن بيد النظام من أجل فرض شروطه في مفاوضات الجنية الثانية وشكرا سالمان those seem to be directed to you but let's capture a few more questions before we launch into that يوسف الخولي هل المشكلة الحقيقية أو أليست المشكلة الحقيقية أن الدول في الشرق الأوسط فشلت في الحفاظ على مصالح شعوبها وهذه مشكلة داخلية عميقة لا نرى لها حل ما بين المجموعات المختلفة الأقليات في سوريا والعراق بدأوا يدخلون تحت اسم جديد مطامح الناس ظلت مكبتة لفترة طويلة ليس في رأيي أنها مشكلة شيعية أو سنية فحسب ولكنها مسألة استغلال الأطراف السياسية داخل المجتمعات للتلاعب لمصلحتهم السياسية كما قال السيد شيخ أن النظام يستخدم المتطرفين في الشيعة لقتل الشيعة في العراق هذا دليل على أن المسألة ليس الصراع ما بين السنة والشيعة ولكنها مسألة استغلال وتلاعب سياسي الشيخ قوطي الإمام السني الجليل قتله متمردين للسنيين أليس كذلك؟ ألم يقتل؟ ألم يفجر؟ هل رأيت الفيديو الذي يبين كيف قتله؟ فلنقول لا نعرف من فجره ولكن مقتله قد مجد على الجزيرة والفضيات الأخرى وهذا تمجيد ساعد في تعزيز القلق هو التوتر الطائفي في المنطقة النقطة التي أحاول إثارتها أن الأطراف المعنية أو الأطراف الإقليمية السياسية وغيرها يستغلون هذه الخطوط التي تشكل مشاكل داخل المجتمعات الإسلامية وذلك لأتلاعب بالأغراض السياسية المسألة التي تتعلق إطلاقا بأسراعات الدينية أو الطائفية في حد ذاتها شكرا ما هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه إسرائيل أو لا تلعبه حيث أنها في جدوار مع سوريا وفي الواقع الأمر يبدو أن هناك جدل دائر في إسرائيل عما أن كان ينبغي دعم النظام أو الشيطان الذي نعرفه أم ندعم الشيطان الذي لا نعرفه سواء كان شيطان أو ملاك لا نعرفه ولكن إن كنت في إسرائيل ما هي النصيحة التي ينبغي لنا القيام بها أو ما ينبغي القيام لنا به أو ما ينبغي لنا القيام به فلنبدأ في البداية إسرائيل ينبغي أن تبذل قصارة جهدها لكي تبقى في خارج البعض يقول أن هناك مجهود مبذول لجذب إسرائيل داخل هذه المسألة نعرف أن إسرائيل وضعت خطوطها الحمراء ويبدو أنها تعمل إزاء هذه الخطوط هناك نقل أسلحة متطورة لحزب الله نرى الصراع ما بين إسرائيل وحزب الله والتحول الإيراني داخل سوريا الخط الأحمر الثاني يتعلق فيما يحدث في الجولان ونرى الآن تبادل للنيران بعد موضي عقود من الهدوء ثم هناك الأسلحة الكيموية وكانت إسرائيل أحد الدول التي أنظرت إزاء استخدام الأسلحة الكيموية إذن ينبغي لإسرائيل أن تبقى خارج الموضوع وعليها أن توقف في استخدام نموذج الأفضل أن نتعامل مع الشيطان الذي نعرفه إن شكل إسرائيل أو وضع إسرائيل أنها محاطة بكل هذه المخاطر أقول نحن نحتاج إلى التحرك نحو حل عادل إزاء القضية الفلسطينية هذه أفضل مساهمة تستطيع القيام بها إسرائيل وأن تدرك أن أهم حل وحل إقامة الدولتين وعلى نفس القدر من الأهمية نسمع من القدر الإسرائيليين كلاماً أكثر انفتاحاً إزاء كيفية قيام الشعوب العربية بالتخلص من الدكتاتورية ونعرف أن القيادة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي نعرف خوفها إزاء هذا ولكن ينبغي الاعتراف بما يحدث في المنطقة على الأقل من منظور إسرائيلي شيمون بيريز لم نسمع أي شيء من نتنياهو كلما سمعنا عنه والخوف المتزايد من التطرف الإسلامي أعتقد أن إسرائيل سيتم جذبها إلى الدخل والتحول المستمر أو النقل المستمر للأسلحة داخل سوريا من روسيا سيزيد الوضع خطورة وكما ذكر مسبقاً أن نظام حفظ السلام للأمم المتحدة سيوجد ضغوطاً وتقييداً خاصة أن ولاية لوندوف تنتهي مع يونيو وأيضاً لونيفيل أعرف أن الجيش اللبناني في الجنوب لا يدعي يونيفيل ولكن كل هذه مواقف خطيرة وكما قلت إسرائيل ينبغي لها أن تبقى خارج المسألة قدر الاستطاعة أمرين الأمر الأول أتفق معك أن إسرائيل ينبغي أن تبقى في الخارج وأعتقد أن قصف سوريا سيكون من أبشع الأشياء وأعتقد أن إسرائيل قبل أن تعلق على الموقف عليها أن توقف مستوطناتها أولاً وإلا سيكون مصدر آخر للصراع هو مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة النقطة التي أثيرت إزاء قيام الحكومات عن عمد بالاستفادة من الانقسامة بين السنة والشيعة الموقف الذي نراه في سوريا عدم قدرة المعارضة على أن تكون معارضة تعبر عن مطامح السوريين هذه ليست بالمصادفة ولكن هذا النتاج سياسة السورية لإضعاف المجتمع المدني لجعل المؤسسات المستقلة غير قانونية وهذا ليس منهجاً متميزاً أو فريداً هذه طريقة تعامل الكثير من الحكومات في المنطقة إذا نستطيع أن نرى الموقف المنقسم في سوريا وكيف نتصرف إزاءه أو شجعكم على أن ننظر كيف نستطيع أو كيف نعمل لمنع تظهر المزيد لسوريا وكيف نبني مجتمعات لحرية التعبير لديها مجتمع مدني لا يحرم أو لا يسجن بسبب المظاهرات أو بسبب التعبير الحر على الرأي أو إيجاد معارضة رسمية إن رغبنا فألا تحطم الشرق الأوسط علينا أن نبحث فيما نستطيع أن نصدحه داخل الحكومات التي لم تنهار بعد لأنهم يعتقدون أن التحول غير ممكن أن المعارضة غير ممكنة وتلاحم المجتمع الممدني غير ممكن الأب باولو فيما يتعلق بالسؤال الخاص بإسرائيل شكراً لك يا لارا نتذكر أنه في هذه اللحظة هناك أشخاص مثلك ومثل أسرتك يعانون من الهجوم بسبب الرغبة بالغضاء على هؤلاء الأشخاص منازلهم وأراضيهم حقهم في البقاء فيها يأخذ منهم إسرائيل ليست خارجة من قال أنها خارج الموضوع؟ بل هي داخل اللعبة بالكامل هناك إظهار القوة مع قضية إيران النووية وهناك مفاوضات تحت تحت الطاولة مع إيران والولايات المتحدة والسورية جزء لا تجزأ من هذه اللعبة ما الذي يمكن تقدمه لإيران في سوريا حتى تم أخذ شيء من إيران فيما يتعلق بمفاوضات النووية إذن من منظور الثورة السورية فإسرائيل تساعد وتدعم تقطع على نظام الأسد لأنها لا تولى مسؤولية مساعدة الناس والواجبات مرتبطة بحقوق جاركة في المساعدة ونحن لا نساعد حتى في مسألة القضية الكيموية هي لم تتعود خطا أحمر بعد الآن بل خط غير واضح المعالم ما من شيء منسجم مستقبل إسرائيل ويعبر عنه من خلال النية طيبة للإسرائيليين الديموقراطيين الذين هم معنيون بمصلحة الناس في جميع رجاء المنطقة أن تحدث الفرقة وما بين الأعداء هو خطأ أخلاقي وفي الواقع هي خطأ استراتيجي كبير أليكس أعرف أن السياسة ليست من عملك ولكن من منظور إنساني ما هو رأيك سأبقى خارج هذه النقطة إن سمحت لي هل هناك أي أسئلة من الحضور لماذا لا يمكن للصليب الأحمر أن يأتي لماذا لا يمكن لمؤسساتكم أن تساعد السوريين في الميدان ففي نهاية المطاف يستخدم النظام المؤسسات الإنسانية هذه أنا سأطرح سؤالي باللغة العربية لو سمحتم لأنني أعمل مع الشق العربي من وكالة صحفية أجرينا مقابلة مع دولة رئيس الوزراء الأردن دكتور عبداللنسور يوم الأحد الماضي وقال بأن مجلس الأمن رفض إرسال أو فشل فيه جلسته الأولى وتم رفض إرسال بعثة إلى الأردن أو الدول التي تشهد نزوحا للاجئين السوريين ما دور مفوضية شؤون اللاجئين أو المفوضية السامية في ذلك وسؤالي إلى الأستاذ الشيخ حول الثورات التي حصلت في الربيع العربي أسمع من زملاء الصحفيين والكل يسأل لماذا لا تتدخل أمريكا أسكريا في سوريا ألا تعتقد بأن هناك فشل في موضوع الثورات في الدول العربية والكل يحمل أمريكا سبب ذلك ما تعليق على ذلك في الحقيقة أنا لم أسمع الأسئلة لأن جهاز الترجمة الفورية الخاص بي لم يكن يعمل بشكل جيد بالنسبة لعدم تدخل الولايات المتحدة عسكريا فهناك رئيس رئيس لا يرغب في أن يقوم بأي تحرك من دون وجود تفويد دولي ولا يريد أن يخرق القانون الدولي بطبيعة الحال القانون الدولي وحقوق الإنسان تنتهى كل يوم وهناك جرائم ترتكب كل يوم ورغم ذلك فأن المجتمع الدولي لم يكن وليس قادرا على أن يتصدلها وأن يتدخل أعتقد أن هناك الكثير من الحديث عن ضربات يمكن أن تنفذ هنا وهناك هناك مواقع نعرف أن فيها صواريخ سكود مثلا أو تطلق منها صواريخ سكود على الشعب السوري من داخل سوريا هناك مناطق وأماكن نعرف أنه يمكن أن توجه إليها الضربات والسانتر قال يوم أمس قال أن الولايات المتحدة عليها أن تصبر هذه المسألة في الحقيقة الرأي ليس الرأي الغالبية حتى الآن ولكنني أعتقد أن هذا الرأي قد يصبح أكثر انتشارا كلما تقدم الوقت طبعا يمكن أن نواصل العمل على المسار السياسي ولكن يمكن أيضا النظر في الخيارات العسكرية أنا شخصيا قد رقبت الوضع وقد درسته وأنا أتردد قبل أن أدعو إلى أي تدخل عسكري لأن التدخل العسكري من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الوضع على نحو أكبر ولكن نحن مثلا في البوسنة رأينا أن هناك أعداد كبيرة للغاية من الناس قد سقطوا وأن الوضع في البوسنة بات يقود استقرار بلدان المنطقة وعندها قررت مجموعة من البلدان أن تتدخل عسكريا وأنا أعتقد أن الفرق ما بين الوضعين هو أن النزاع هنا هو نزاع إقليمي واسع النطاق ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ربما قد تتردد أكثر في التدخل عسكريا طبعا الأمر يتوقف على الكثير من الأمور من بينها استخدام الأسلحة الكيميائية أو التطرف الإسلامي أو غيرها بالنسبة للأسلحة الكيميائية فالخط الأحمر أو الأسلحة الكيميائية المشكلة فيها ليست أن يستخدمها النظام فحسب وإنما أن تقع في أياد الأشخاص الخطأ ولكن عندما نقول أن تقع هذه الأسلحة في أيدي الآخرين هذه مشكلة من قال أصلا أن وجودها في أيدي النظام أمر جيد بالنسبة للوضع الإنساني والمساعدات الإنسانية أنا أعتقد أن علينا أن نجد توافقا جديدا من أجل العمل الإنساني في سوريا إن هناك قرار صدر عن جمعية العامة في عام 82 ولم يعد يعمل لم يعد ناجحا هنا بالنسبة للوضع في سوريا إن الوضع الحالي يتطلب من مجلس الأمن ومن دول الأعضاء فيه ومن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين وغيرها يتطلب منهم أن يتحركوا وأن يتطفقوا لأن هناك معاناة هائلة في سوريا أليكس ما هو رأيك بشأن ما يقال بأن الأمم المتحدة في الحقيقة المساعدات التي تقدمها يستخدمها النظام ويصل إليها النظام هناك الكثير من المخاوف بشأن هذه المسألة حقيقة الأمر هي أن معظم المساعدات التي نقدمها إلى سوريا تصل إلى مناطق يسيطر عليها النظام هذه هي حقيقة الأمر لا يعني ذلك أن هذه المساعدات تصل إلى من يؤيد النظام وإنما هي تصل إلى مناطق يسيطر عليها النظام هل يمكننا أن نصل إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة؟ طبعا يمكن يمكن أن نقوم بذلك من داخل سوريا عبر ما يعرف بالعمليات التي نعبر أو العابرة لخطوط الفصل بين الأطراف المختلفة هناك منظمات غير حكومية كانت تعبر خطوط الفصل هذه ولكنها كانت تتعرض لإطلاق النار ونحن نرغب في أن يتسنى لنا أن نعبر خطوط الفصل هذه وأن نعبر الحدود مع البلدان المختلفة للأسف حاليا لا يتسنى لنا أن يقوم بذلك في إطار قواعد الأمم المتحدة لأنه لم نحصل على إذن من الحكومة السورية حتى الآن طبعا يمكن أن يتخذ قرار من مجلس الأمن يمكن أن يصوت مجلس الأمن على هذه المسألة حتى يتيح لنا أن نعبر الحدود يمكن أن تسمح لنا الحكومة السورية بعبور هذه الحدود نحن نرغب في أن نمنح وصولا إلى كل منطقة يمكننا أن نصل إليها في سوريا ونحن لدينا أشخاص يعملون في سوريا وهم يطلعون بمهام تعرض حياتهم للخطر من أجل أن يصلوا إلى أكبر عدد ممكن من السكان هل لك سيدي سلمان أن تعقب على ما يقال من أن سوريا ستتفكك إلى مجموعة من الدولات الصغيرة هذا الأمر لا يمكننا أن نتخيله لكن يتم الحديث عنه الآن ما رأيك؟ في الحقيقة هناك الكثير من العلويين الذين لن يرغبوا في أن يظلوا في بلد غير قابل للحياة لقد تحاولوا ذلك في الماضي ولكنهم لم ينجحوا وبالنسبة للأكراد فنحن نرى وضعهم في شمال العراق نرى ما هو الوضع في الميدان في شمال العراق نرى أن هناك كمية كبيرة من النفط وهناك أطراف إقليمية تؤدي دورا كبيرا وتؤدي إلى تغيير الخارطة في تلك المنطقة أنا لا أريد فقط أن أتحدث عن دولات صغيرة في سوريا وإنما أقول لكم أنه يمكن أن تنشأ دولات صغيرة في عدد كبير للغاية من بلدان المنطقة في شمال لبنان وجنوب لبنان وكذلك في منطقة كردستان وأيضا في مناطق جنوب فيما يتصل بمجموعة أخرى من السكان في العراق وفي غيرها أنا لا أعتقد أن تطور الأمر بهذه الطريقة يبعث على الاستقرار أنا شخصيا أعتقد أنه ينبغي على النظام المسؤول والشخص المسؤول عن هذه الأمور أن يتحمل مسؤولاته وهذا النظام هو النظام الأسد وينبغي علينا أن نسرع في إيجاد حل ناجح في سوريا وفي إيجاد وضع انتقالي شكرا لكم جميعا على وقتكم وفلنصفق للحضور شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة